ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لكن بعد أن تبدل الحال دخلت الآلة الثقيلة العمل داخل الحقول المتجول داخل الجزيرة يلاحظ أن معظم بيوتها تم بناؤها بطريقة متفرقة داخل الحقول واتخذت البيوت أشكالا هندسية وألوانا تقليدية مميزة تعود إلى الثقافة النوبية القديمة التي كانت تسود هذا المكان ويشير المؤرخون إلى أن المنطقة عاصرة ثلاث حضارات منذ العهد المسيحي والحضارة المروية وعصر الإسلام والشاهد على ذلك المناطق الأثرية القديمة بكورتا والخزينة والصيحان عرف إنسان الجزيرة بفراسته وبديهته الحاضرة حين الرد على السؤال كما تميزت الجزيرة بإيجادة الوصف وخاصة المجموعة التي تسمى بالكلاشنة في ذلك المكان التنافس الأدبي والشعري كان المتنفس الوحيد لأهالي موغراد الأمر الذي جعلها تنجب العديد من العباقرة والشعراء هذا النمط جعل لأهالي الجزيرة إرثا ثقافيا مميزا وخاصا حبب كل من ينتمي إليها بمختلف مدن السودان المؤسسات التعليمية بالجزيرة لم ينحصر دورها في التعليم ومنح الشهادات بل اندمجت وسط المجتمعات الريفية للتفاعل معها في نشر برامج التوعية والتثقيف حتى الآن لا تزال عمليات التنمية تنتظم الجزيرة من أجل استقرار إنسان موغراد ويحكي الناس هنا عن اهتمامهم الزائد بجزيرتهم من أجل النهوض بها حتى تكون ذات إنتاج وفير في مختلف الصعود والمجالات ترجمة نانسي قنقر